ملف اللي موجود دلوقتي معانا عن الهجرة الغير شرعية طيب فيه ناس طبعا بتهاجر هجرة غير شرعية شباب كتير صغيرين في السنة بقوا يهاجروا الاول كنا نسمع 20 سنة 21 سنة دلوقتي بقنا نسمع 14 سنة و 15 سنة فيه دول امان ان احنا نروحها فيها امان وفيه دول ما فيهاش امان ان احنا نروحها المكسيك فيه مناطق جوه المكسيك كتير خطر جدا جدا في دولة المكسيك جواها فيها مناطق خطر جدا عندنا ولاد مصريين راحوا المكسيك هجرة غير شرعية معرفش بقى هي المكسيك كانت اخر محطة ليهم ولا هما كانوا نوين يكملوا بعد كده على امريكا عشان فيه ناس بتاخد المكسيك دي تبقى ايه يعني في ضمن الرحلة نائم هجرة على امريكا هجرة غير شرعية طبعا الموضوع صعب مش سهل يعني احنا بنتكلم فيه كده وإحنا عندينا الموضوع صعب جدا انه هيتحقق ولدين ولدين اول واحد اسمه لبيب عبد الملك عنده 15 سنة والتاني اسمه اسحاء نسيم عبد المسيح وعنده 17 سنة ولد عنده 15 سنة لبيب وولد تاني عنده 17 سنة اسحاء الولدين دول ولدين مصريين هجروا هجرة غير شرعية وصلوا لحد المكسيك المكسيك بلد فيها مناطق ما فيهاش امان خالص عصابات تجارة بشر تجارة اعضاء تجارة رقيق هي البلد فيه مناطق فيها مش امان نهائي الولدين اختفوا اختفوا بعد ما كانوا الدولة واخداهم وحطاهم فيه ملاجئ معينة اختفوا مش بس كده طلع النائب العام في ولاية سونارة المكسيكية بيقول انه ممكن يكون نتعرضه لأي نوع من أنواع الازى وممكن يكون ازى جسد زي طيب يعني ممكن نفكر في ايه تجارة اعضاء ولا تجارة يعني هنفكر في ايه راحوا فين ما هو يعني عصابات بقى هو الفكرة في هنا في ايه الناس اللي مهاجرة هجرة غير شرعية انت في بلد ما فيهاش امان حصل لك اي حاجة انت داخل البلد دي بطريقة غير شرعية اصلا ليك دية حد هيدور عليك حد هيشوف روحتي فين حد هيسأل عليك وخاصة لو الدولة دولة خطر وفيها مناطق خطر جدا لعلمك المكسيك احنا سمعنا عن حوادث كتير بتحصل هناك معانا على التليفون السفير رخى احمد حسن مساعد وزير الخارجية الاسبق اهلا وصلا اهلا بيك اهلا بحضرتك طيب دلوقتي الهجرة غير شرعية احنا اتناقشنا فيها كتير جدا قبل كده خليني بس انا عايز ااخد جزئية منها البلاد الخطر البلاد اللي متصنفة انها خطر هل فعلا في مناطق في دولة المكسيك خطر جدا يعني هو ابتداء اللي بيهاجر هجرة غير شرعية بتعامل بطريقة غير شرعية بيدخل فيها عصابات وزي ما انت اشارتي في تقريرك ان هي بيدخل فيها ممكن تجار بشر تجار اعضاء مهارب مخدرات عمليات ابتزاز اختلاف يعني فبيدخل فيها كل احتمالات المخاطر لانها بتعامل اساسا مع ناس خارج القانون منطقة الحدود بين الولايات المتحدة الامريكية والمكسيك دي معروفة يعني انها منطقة تهريب بشر وعصابات متخصصة سواء بيجوا من امريكا الوسطى او بدأ في العشر سنين الاخيرة بيجوا من مناطق مختلفة يعني كان الاول الحصول للمصريين على تأشيرة لزيارة المكسيك او سياحة في المكسيك لان المكسيك بلد سياحة من الدرجة الاولى انا خدمت في المكسيك اربع سنين كانت سهلة حصوله على التأشيرة الوقت بقت عملية في منتهى الصعوبة وابسط حاجة بيرفضه ليه؟ لانهم عارفين ان اللي رايح هو مجرد وسيلة انه يدخل من منطقتين اما لاريدو ودي مدينة حرة نصها في المكسيك ونصها في الولايات المتحدة الامريكية او من تخوانا في الشمال عند الكاليفورنيا برضو منطقة حرة نصها في المكسيك ونصها في الولايات المتحدة الامريكية عصابات التهريب على الجانبين يعني على الجانب الامريكي وعلى الجانب المكسيكي ليه على الجانب الامريكي؟ لان بياخدوا الناس دي بيشغلوها بدون تأمين بدون اي ضمنات باجور منخفضة جدا وتحت تهديد انه هو لو ما قابلش ولو ما اشتغلش هيبلغوا عنه انه هو متسلل ويبتد يرحلوه فهنا اصبحت المكسيك من احد المحطات يعني يمكن بالنسبة لنا عملية طويلة يعني لفها طويل او لكن بقى طريق معروف لبعض الشباب المصريين فهنا يعني للاسف طبعا نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنعيشها ويعني ضيق فرص الامل او لطموحات يعني او لو قرايب موجودين ومش عارفين يجبولوا تأشيرة يعني كل الاحتمالات موجودة ولكن يعني النصيحة لاي شاب ان هو ما يحطش نفسه تحت رحمة هذه العصابات لان ده مخاطرة بحياته سواء بيركب مركب يغرق في البحر المتوسط او ان هم يرموه على الشاطئ والتانيين يحبسوه رجا وتاني يعني كل المخاطر موجودة بالنسبة للمكسيك يعني يتوقف على نوع العصابة اللي هو واع في ايدها هل هو فعلا وعف عصابة او ان هو ممكن يكون هرب برضو بزبط او ان هو حس ان الحلقة ضقت عليه فجاموا ناس شجعوهم انهم ما يهربوا مظبوط ممكن هل هو كان معاه فلوس او دهب لان دايما فيه اللي بيهجله في الجوية الشرعية بيبقى عامل سلسلة دهب ومش عارف ايه عشان لو الزنق بيبيعها يعني فيه الاحتبالات موجودة عارف حضرتك بس سنهم صغير اوي خمستاشر سنة وسبعتاشر سنة صغيرين هو يعني السؤال برضو زي اهليهم يسمحون لهم يعني ده السؤال مهم جدا لان التذكرة مش رخيصة ما احنا ما نعرفش بقى هو هو وصل ازاي ولا ايه اللي حصل بس اه طبعا هي الرحلة مش رخيصة يوصل بالطيران انما هو التذكرة مش رخيصة مش رخيصة لقا فلو سافر لازم بمعرفة اهله ما هوش هربان وإلى كانوا بلاهوا عن ابنهم انه هو هربان فهي العملية داخل فيها ظروف اقتصادية واجتماعية وقلة وعي يعني اهم حاجة هي قلة الوعي يعني ازاي واحد يرمي بنفسه في مخاطر ومش عارف يحصل له ايه صح صح فلازم يعني يبقى فيه وعي من الاهل طبعا ومن المنظمات المجتمع المدني وزارة الشمول الاجتماعية وعلى فكرة هل تعتقد ان الجانب المكسيكي ممكن بيعايز يصدر لنا الصورة دي انه ممكن يكون حصل لهم ازا جزا دي او حاجة زي كده بحيث انه هو يعني خلاص رحمونا بقى شوية من الهجرة غير الشرعية لا لا احنا اقل دولة ده هما عندهم يعني امواج من المكسيكيان نفسهم يعني لان جنوب المكسيك اقل تقدما من الوسط والشمال ففيه مهاجرين من جنوب المكسيك من الولايات مازل تحت انا قصد يقول ان المهاجرين هجرة غير شرعية ما اقول له هجرة غير شرعية اه دول مادة بالنسبة للعصابات وبالنسبة للمجرمين حاجة ببلاش كده انهم يستغلوها سواء كانت في تجارة الاعضاء او سواء في تجارة البشر او سواء يشتغلوا في المخدرات او كذا وكذا امان عندي ايد عاملة ببلاش لا هو غير كده يعني هما بيبتلزوهم بياخدوا منهم فلوس يعني كتير عشان يهربوهم يعني هو الواحد فيهم مش هيرفع عقل ما بين خمس ثلاث لتمنتلاف دولار اه يعني هو برضو ما هو ده السؤال برضو اللي انا بترحه ازاي اهليهم يسمحوا بحاجة زي كده يعني لو كان استثمرهم هنا يعني على اي حال لا مش هيرفع صغير او حاجة هو الى ان يعني لان المكسيك فيها اصابات وهو الثقافة المكسيكية يعني الثقافة المكسيكية ورسنها عن الاسديك والمايا الاتل ده حاجة عادية يعني ما هوش مشكلة كبيرة مظبوط مظبوط يعني حتى بينهم وبين بعض يعني ايو ايو فالتصفير جسدية فهو يعني نأمل نأمل ان هو يكونوا هربوا مع حد او ان هما يعني خضعوا لخديعة تانية ولسه عايشين يعني نأمل بكده السفير رخى احمد حسن مساعد وزير الخارجية الاسبك بشكرك جدا على المدخلة يعني موضوع الهجرة غير شرعية موضوع خطر انا بس اللي عايز اقوله في الملف ده فيه مناطق وفيه بلاد هي متصنفة انها خطر يعني انتو حتى لو دخلت وعملت سرش عليها ودورتو هتلاقوها ان هي متصنفة منطقة خطر فيها نسبة جرائم كبيرة فيها خطف كتير فيها اتل كتير فيه مناطق متصنفة انها خطر فانا بسافر شرعي بسافر غير شرعية نبعد عن المناطق الخطر اصلا طيب ده كان ملف ترجمة نانسي قنقر